شايف ان ختاماً يعني ايه يا اخر؟ يعني المشاكل الاخرى اللي بتواجه الكطاع السياحي في المصلة وكلمنا عن المنظرات السياحية كلمت على الهرم لان انت قريب منه ومعني بالامر ما اكيد من متابعيتك شايف اللي هي مرات اخرى محتاجة تطوير مثلاً زي ايه؟ او 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 ايه المشاكل احنا بنواجهها السياحياً؟ والله هو بص اهم حاجة برضو ان احنا نركز كويس قوي مش على المعلم السياحي نفسه بس مهم جداً الانفراستراكشور اللي توصلني للمعلم السياحي دوت زائد ان احنا يعني نحاول يعني يبقى فيه طابع عندنا ستايل ما يبقاش يعني حاجة يعني لازم نعمل تهيئة نفسية خلال الطريق اللي حيوصل مثلاً لمتحف لازم يحصل اتموسفيري تجاهز فيه السياح مش مجرد انك تاخده مدر للنار مرة واحدة كده فاكه تلاقيه يعني ده مهم جداً حتة دي زائد ان هل حل في يعني هل مصري يعني شركات مصرية او الوزارات فقط او الحكومة زي ما احنا دايما بنقول ولا ممكن يبقى فيه استعانة بالشركات وبالخبرات ممكن تخش في الموضوع زي ما حصل برضو في بلاد العالم كلها شركات خاصة او شركات عالمية انها تخش وتبقى جزء من هذا المشروع طبعاً تحترعايد وبالتعاون معه ان شاء الله الدولة المصرية ما ده لازم يعني ما ده لازم يعني والحكومة مش مش ممكن حتقوم بالموضوع دوت لازم تحيبق فيه شركات استثمار ولازم مستثمرين والدولة مش هتبني مش هتبني مش هتبني نفسها من جميع مستثمرين يعني لا لازم تكاتف يحصل ولازم ولازم الافكار كمان يعني يجدوا لها ارض واقع يبتدوا يستثمروا فيها الافكار داي مش مجرد انها تحط في الدراج يعني ويتم ازالة العقبات اللي ممكن تقول لك لا اصبت اصبت منفع عشو دايما الناس ما بتسمع استعانى بخبرات من بره بيفتكروا ازاي وإحنا معندناش لا يا جماعة زمان اي محمد علي تمام لما كان فيه استعانى بالخبرات من بره كان نسفر وكان نسفر ويهي وناخد كورسات ونرجع فمتهيئة لي ده مهم جدا بالضبط وفيه بلاد لها تجارب هيلة في هذا الموضوع انا بص حضرتك انا لو اتاخد موافقة مبدئية زي ما انا عملت دراسة مبدئية على المشروع انا هتبقى فيه مكتب استشاري مش مصر مكتب استشاري اللي هي سابقة اعمال بنفس النوع من الشغلة دوت هو مفيش مكتب استشاريه عاملة الكلام دوت في مصر نوعية ديت من المسيح بس فيه مكتب في كندا عندها استعداد انها تعمل الكلام دوت بالضبط يا ريت وتعمله منح لانه حيتكلم فلوس خلينا نشكر حياتك يا فندم اعتقدت فكرة متميزة جدا زي افكار كتيرة افكار اللي بتجي لنا ياريت ياريت بقى يكون يعني يبقى فيه دولة بسرعة عشان بتدي بقى نشتغل بالضبط عايز نشتغل فعلا عايز نشوف الكلام ده بالضبط يا زي واحد تقولت لقي حد تتكلمه يعني عشان مش لا يينها تتكلم的是 لا ان شاء الله هيستر ان شاء الله بيشبه ان شاء الله مهندس عمر جوزة مهندس استشاري في التنمية السياحية وصاحب مشروع النهر الأهرمات ان شاء الله مشروع في حياتنا كلنا جميلة في حياتنا ان شاء الله نحن نشوفه طيب نروح بقى نروح وكيء تكون خلص حلقاتنا وبرتمنى ان شاء الله النهار ده يوم يكون جميل وميكونش فيه اي مشاحنات وميكونش فيه اي عنف كفاية بقى ربنا يستو ربنا يستو مشاهدين سلام